بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محمده ونصلي ونصلي مع صفوة خلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابات الأكرمين ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين وبعد ومازلنا أيها الأحبة مع فضائل الأعمال التي كان من مفترض أن تنتهي مع أيام رمضان إلا أنها مازالت ممتدة معنا إن شاء الله تبارك وتعالى وهي مدارسة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا المسمى فضائل الأعمال ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ذلك وهدفنا من دراسة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفضائل الأعمال على وجه التحديد حتى نتعرف عليها وحتى ندعو إلى الله تبارك وتعالى الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم لو سألنا سأل وقلنا ماذا تعلم ماذا تعرف عن سنن صلاة الظهر سنن صلاة الظهر كم ركعة قبل الظهر وكم ركعة بعد الظهر طيب تب لو أنت الوقت فاتك مثلا أو انشغلت أو كلمت لو دخل عليك صلاة العصر هل ممكن سنة الظهر دي تصليها بعد العصر ولا ما ينفعشي فهتقول خلاص يعني بعد صلاة العصر ما فيش صلاة لأن الصلاة مكروهة في الوقت ذا من العصر المغرب ولا الإجابة هتكون ازاي تبني شوف كده الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهما حديث متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة الأربع المذكورة في هذا الحديث من الرواتب العشرة في حاجة اسمها الرواتب العشرة وفي الرواتب الإثنة عشر حديث النوع صلى الله تبارك وتعالى في اليوم والليلة سنتي عشرة ركعة بني له بيته في الجانب لكن فيه بعض الأقوال للعلماء أن يقولوا أن الرواتب عشرة أو السنن المؤكدة عشر المهم من الحديث ده بيبين لنا أن السنن الظهر كم ركعة اثنين قبل الظهر واثنين ايه بعد الظهر ده يعني هيجي باختلافات في رواة الحديث عشان نبين لك سعة الأمر ورحمة ربنا تبارك وتعالى وأن الإنسان لا يتمسك برأي واحد وأننا لو شفت واحد تصلى مثلا قبل الظهر ركعتين ما أقولهش أنت كده غلط لازم تصلى أربعة أو صلى بعد الظهر ركعتين أقوله لا أنت كده غلط لازم تصلي أربعة أو تصلي اثنين أو نختلف فيما بيننا فهذا إيه من اسمها اسمه الاختلاف المستساغ الاختلاف إيه مستساغ ورد فيه نصوص يعني مختلفة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر عليه الصلاة والسلام في الحديث استحباب المدومة على أربع ركعات قبل الظهر يبقى دي رواية تانية رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قبل الظهر تصلي كم ركعة؟ أربع ركعات والرواية الأولى تصلي كم؟ ده صلي اثنين طيب وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة وده برضو بيميلينا سنة تانية ان سنة صلاة السنة في البيت اللي هي تعتبر مهجورة بالنسبة لنا انشغالنا في البيت او في الديوط غالبا تلاقينا ايه بنتكاسل اننا نصلي السنة وبنكتفل اننا نصليها في المزل فهنا ام المؤمنين بتقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر ايه اربعا ثم يخرج فيصلي بالناس عليه الصلاة والسلام ثم يدخل يرجع البيت تاني فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين في هذا الحديث مداومتي صلى الله عليه وسلم على اربع ركعات قبل الظهر مع الرواتب عليه الصلاة والسلام يبقى ده برضو رواية تانية بتبادلنا ان سيدنا نواصل السلام كان بيصلي في البيت عند ام المؤمنين كمركعة اربعة قبل الظهر عليه الصلاة والسلام وكم ركعة بعد الظهر اتنين عليه الصلاة والسلام وعن ام حبيبة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار هذه رواية تانية بتبادلنا الحس على اربع ركعات قبل الظهر واربع ركعات ايه بعده يبقى انت كده تصلي تمن ركعات خلاف صلاة الايه صلاة الظهر هذا الحديث فيه فضل المحافظة على هذه السنة اللي هي ايه اربع قبل الظهر واربع ايه بعد الظهر وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر وقال انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح في الحديث استحباب اربع ركعات بعد الزوال ده برضو وقت جميل ان عاصم بيبقى لنا فيه ان الوقت ده بتكون مفتحة فيه ابواب السماء سبحان الله بتكون مفتحة في ايه ابواب السماء بفضل الله تبارك وتعالى يقول فأحب ان يصعد لي فيها عمل صالح وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلىهن بعدها يبقى برضو في الحديث مشروعية قضاء الرواتب والاهتمام بها انت دخلت المسجد على الاقامة على طول ومن حقتش يصلي السن وصليت الفريض طب بعد الفريضة مثلا انت هتصلي ايه هتصلي بقى انت متعود بتصلي مثلا اتنين قبل الظهر واربع بعدها او العكس او اتنين واتنين زي ما شفنا في الروايات هترجم صلي اتنين وماشي وخلاص ولا انت مش عايز تفوت الخير اللي هو قبل الظهر فهترجم صليها ده قضاء الرواتب جائز ان شاء الله طيب انت متعود على اربعة قبل الظهر واربع بعد الظهر وصليت تمن راكعات بعد الظهر برضو ده جائز ان شاء الله كل دي اختلافات في الروايات عشان نعرف ان الامر ايه فيه ساعة وان انا لو جيت مرة صليت اتنين قبل الظهر واتنين بعد الظهر ورد في حاليس جيت مرة صليت اربعة بعد الظهر واربعة اربعة قبل الظهر واربعة بعد الظهر برضو الامر فيه ساعة وكلها رويات وردت صحيحة إن شاء الله لكن لو قلنا الذي أجمع عليه جمهور العلماء جمهور علماء بقى المحدثين والفقهاء اتفقوا كده فيما بينهم إنهم يضعوا كده ثوابت بقى خلاص بعد أن اتضحت لهم كل هذه الأدلة وجامعوا الأدلة كده ومجملها واللي ورد فيه أحاديث أكثر أو تواتر أكثر أو الكلام ده فقال لك بقى السنن الرواتب كم رقعة قال لك بقى 12 رقعة احفظهم بقى زي ما نقولهم كده بظهر اتنين قبل الفجر واربعة قبل الظهر واتنين بعد الظهر واتنين بعد المغرب واتنين بعد العشاء كده بقى كم رقعة يبقى 12 رقعة بفضل الله تبارك وتعالى يجي بقى فيها حديث النبي عزيزي السلام وهو من صلى الله تبارك وتعالى في اليوم والليلة ثنتي عشرة رقعة بني له بيتهم في الجنة أو كثر في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى بيوت الجنة وكسور الجنة اللهم أمين رب العالمين جزاكم لخيرنا المحزس لماعكم وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه